بدأت مدينة مورك منذ فترة ليست بالطويلة تشهد بدء عودة البعض من أبنائها بعد أن باتت علامات الاستقرار تعود للمدينة على الصعيد الأمني أبو مصطفى من أهالي مدينة مورك بعد أن ضاقت عليه وأسرته الدنيا وذاق عذابات النزوح قرر العودة إلى منزله ومدينته ويأمل أبو مصطفى بعودته إلى منزله شبه المدمر والذي بدأ بإصلاحه أن يلملم ما مر به من ظروف صعبة في أربع سنوات من النزوح والتشرد تتصرنا الأخطين موجهين أكثر من أربع سنوات وطلعنا في حالة نزوح برمنا كل الضياء وتعبنا كثير وفتنا كثير بالضياء ما خلينا ضياء لما سكننا فيها وتعبنا من أجالات لبيوت وماتا في سيولي وماتا في شيء خالص خالص فقنوة من الروح ماتا معنا خيار روحي بس أنه هو أنه نرجع على موريك ونضبط شيء من مقاومات الحياة وقاعدين الحمد لله رب العالمين بالرغم من أن مدينة موريك تفتقر لكل أشكال الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي بسبب الحرب التي شهدتها خلال السنوات الماضية إلا أنها تبقى بالنسبة للكثير من أبنائها موطنهم الذي يحفظ كرامتهم ويجنبهم آلام النزوح وتكاليفه وتبعاته الاقتصادية والمعنوية ويرى أبو مصطفى أن إصلاح غرفة من منزله المدمر أفضل من خيمة لا تقي برد الشتاء وحر الصيف المعنيون في مدينة موريك قالوا أن نسبة الدمار وصلت إلى 90% من مساكنها ومرافقها الخدمية وبحاجة إلى إصلاحات كبيرة نطالب أجهات الفاعلي كالحكومي المؤقت ومجلس محافظة حماع الحرة ومنظمات المجتمع المدني المساعدة لخدمات هذه المدينة يأمل أهالي مدينة موريك استمرار الاستقرار الأمني في مدينتهم لا سيما أن الطريق الدولي الذي يمر فيها مؤهلا يدفع أسرا أخرى ما زلت نازحة على العودة إلى مدينتهم لتعود لها الحياة كما كانت بالرغم من غياب الخدمات هنا في مدينة موريك إلا أنها باتت تشهد في الآونة عودة الكثير من الأسر والأهالي بعد نزوح استمر لأكثر من أربعة عوام ويطالبون الجهات المختصة بتأمين الخدمات وتوفيرها لهم من ماء وشباقات كهرباء ومدارس في راس كرام أوريانت نيوز ريفو حما